هناك صورة ليست دقيقة عن الثلاثمائة أو الثلاثة عشر الشيعة تصنموهم قبل أن يأتي عصر الظهور الشيعة يصنمون كل شيء إلا أهل البيت أهل البيت لا يصنمون هم الذين يجب أن يصنموا لأنهم الجهة الكاملة فقط الذين نسلم له لكن الشيعة لا يصنمون أهل البيت يصنمون كل شيء الشيعة صنموا الثلاثمائة أو الثلاثة عشر وحين يتحدثون عنهم يتحدثون وكأنهم كاملون لا نقص فيهم بينما الروايات وهناك روايات عديدة ليس فقط في هذا الموقف هناك أكثر من موقف الثلاثمائة أو الثلاثة عشر يكون موقفهم سيئاً جداً وجداً وجداً مع الإمام الحج هناك موقف آخر أيضاً يفرون عن الإمام موقف عديدة موجودة لا ليس الحديث عن ثلاثمائة وثلاثة عشر وإنما كان السؤال هل أن العنصار يفرون الثلاثمائة وثلاثة عشر نعم يفرون وليس مرة واحدة هذه مرة من المرات هناك مرات أخرى يفرون ويتركون الإمام لوحده ويعترضون عن الإمام ويجدون أن بيعتهم ليست صحيحة ويطلبون من الإمام أن يجدد لهم بيعة أخرى هذا مذكور في الروايات ولكن الشيعة لا تعرف شيئاً عن ذلك ثقافة بعيدة عن أهل البيت بل كامل من أين جئتم بهذه الثقافة؟ من كلام خطباء وعلماء وأشخاص لا الطلاع لهم على حديث أهل البيت قد يقول قائل هناك روايات مدحت الثلاثمائة وثلاثة عشر نحن كلنا نمدحه ولكن لا نصنمه هناك روايات